نظم التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية فعالية توزيع ثلاثة أطنان لحوم على الفئات الأولى بالرعية والأكثر احتياجا بمحافظات الإسماعيلية يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهة القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف الحمد لله بنتمكن النهاردة ضمن المبادرات الرئاسية نحن نقدم ثلاثة طن لحوم طبعا صابح أضاحي لحالينا وحبيبنا في محافظة الإسماعيلية دم احنا اليوم ثلاثة طن لحمة ونقوم الآن بالتوزيع على كل الناس الموجودين في المحافظة المحتاجين للدعم